السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم طلاب الأعزاء في حصة جديدة من حصصنا لهذا اليوم درسنا يا أول لهذا اليوم هو حرف الغين اسمه غين وصوته إغ اسمه غين صوته إغ حرف الغين يا أول من الحروف القمرية من الحروف القمرية ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ ما اسم هذا الطائر؟ هذا الطائر اسمه غراب أحسنتم إذن هذا الطائر اسمه غراب وكلمة غراب تبدأ بحرف الغين ممتاز الآن نتعرف على أشكال حرف الغين لحرف الغين يا أول أربعة أشكال الشكل الأول في بداية الكلمة مثل كلمة غراب والشكل الثاني في وسط الكلمة كلمة صغير في وسط الكلمة انظر إلى حرف الغين في وسط الكلمة صغير أحسنت والآن حرف الغين في آخر الكلمة لكن متصل متصل بيمسك بالحرف اللي قبله صمغ صمغ انظر لحرف الغين يا أول متصل مع حرف الميم الشكل الرابع يا أول حرف الغين منفصل فارغ يأتي في آخر الكلمة منفصل مثل كلمة فارغ منفصل يعني أكيد بدي يكون اللي قبله حرف رافس بدي يكون اللي قبله حرف رافس تمام إذن اسمه غين صوته إغ صوته إغ إغ أحسنتم الآن بدنا ننطق حرف الغين مع الحركات إغ سكون إغ إغ فتحة غ إغ ضمة غوف إغ ضمة غوف إغ كسرة غي غي مع تنوين الفتح غن غن لاحظ أضفنا الألف مع تنوين الضم غن غن مع تنوين الكسر غن نرجع مرة أخرى أول إغ غ غو غي مع تنوين الفتح غن غن مع تنوين الضم غن مع تنوين الكسر غن الآن مع حروف المد الطويل إغ آ غا إغ و غو إغ إي غي أحسنتم الآن بدنا نكتبهم بي أول بدنا نكتب بس هذا السطر اللي موجود عنا باللون الأحمر نرتم بهذا الشكل وبعدين وحدة كبيرة أكيد ما ننسى يا أول النقطة لأنه إذا نسينا النقطة بده يصير عنا حرف العين مع السكون إغ الآن مع الفتحة غ مع الضمة غو مع الكسرة غ إغ آ غا إغ وغو إغ إي غي ممتاز أردد الكلمات منتبها إلى صوت الغين كلمة غادة غادة هل تحوي كلمة غادة على حرف الغين؟ نعم في بداية الكلمة بدنا نجرد أول بدنا أجرد يعني بدنا أقص شكل الحرف طيب في بعده حرف الألف فبعطيه فتحة غ طيب من الآن بدي أحللها الإغ مع الآ غ الد عليها فتحة غادة تو غادة تو في كلمة صغيرة حرف الغين أول موجود في وسط الكلمة أحسنتم بدنا نجرد بدنا نكتب بهذا الشكل يكون له إيداني أول وما ننسى نحط النقطة صغير صغير طيب الآن بدنا نحلل الكلمة صغير 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 الإغ مع الإي لأن الإي حرف مد صغير والرن لحالها صغير صغير الكلمة الثالثة صمغ أين حرف الغين يا أول في آخر الكلمة وشكله متصل الشكل المتصل يا أول غن غن مع تنوين الضام غن طيب الآن بدنا نحللها الص مع الإم صم غن والغن لحالها ص مع الإم لأن الإم ساكنة أضع دائرة حول حرف الغين هذا هو حرف الغين في آخر الكلمة منفصل هذا حرف الغين في آخر الكلمة متصل هذا حرف العين هذا حرف الغين في بداية الكلمة هذا حرف العين هذا حرف العين أيضا هذا حرف الغين في وسط الكلمة هذا حرف العين إذن الاختلاف بين حرف العين وبين حرف الغين هي أول هو النقطة أضع دائرة حول الكلمات التي تحوي حرف الغين غازن هل تحوي كلمة غازن على حرف الغين؟ نعم في بداية الكلمة أضع دائرة حول الكلمة كاملة أحسنت علاء لا تحوي على حرف العين يغليق نعم حرف الغين في وسط الكلمة نضع دائرة حول الكلمة جرة لا تحوي حرف الغين صمغ حرف الغين في آخر الكلمة متصل أحسنت ملعقة لا تحوي حرف العين يفرغ حرف الغين في آخر الكلمة وحلل الكلمات إلى مقاطع مغلق بدنا نحلل الكلمة مغلق إلى مقاطع مغ المو مع الإغ لأن الإغ ساكنة مغ لا مغ لا قن القن لحلها مغ لا قن أحسنتم رسغن 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 الرو مع الإس لأن الإس ساكنة رس غن رسغن 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 فارغن 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 أركبوا من المقاطع كلمات ثم ألفظوا غي نأخذ أول مقطع غي 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 المقطع الثاني دا ننتبه هون الإيمال بأيدها فالدا بتمسك فيها هون حمزة متطرفة غي دا او هون الألف حرف رافس غي دا او غي دا غي نأخذ المقطع الأول غي ما نأخذ الما هي بتمد إيدها غي ما تن غي ما تن الما مادة إيدها فالتن تيجي تمسك فيها ننتقل إلى القراءة ع طي ش عطيش الغراب الغراب عطشا عطشا ش شديدًا شديدًا عطيش الغراب عطشاً شديدًا عطيش الغراب عطشاً شديدًا رمى 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 الحجارة 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 في الجرة في الجرة ثلاثون واجب صفحة رقم ثلاثون واجب لهوني أول خلصت حصتنا يعطيكم ألف عافية عطشاً عطشاً